السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله العلم الحكيم وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تربية الاطفال كيف نتعامل مع الطفل المشاكس هل نتحاور معه هل نعنفه هل نضربه العديد من العائلات والاسر توجه مشكلة التعامل مع اطفالهم واولادهم وبناتهم خصوصا اذا ظهر في الطفل حالة من الشغب او كان كثير الحركة واذا حدثوه يتصف بالعناد ولهذا نجد الكثير من العائلات تشتكي وتبحث عن الطريق المتلى في التعامل مع هؤلاء الاولاد مما يدفعهم لتجنبهم في معظم الاوقات حتى يتجنبون غضبهم الكثير من الامهات يقع لهم الحيرة تتحيرنا بشأن اختيار الطرق المناسبة للتعامل مع الطفل او الولد او البنت لفي صفة المشاكسة مشاكس وعنيد هل نختار طرق العقاب ام نختار طرق اخرى ونبتعد عن ما قد يؤثر على نفسيته وشخصيته لان الضرب عادة قد يؤثر على نفس الطفل ويجعله اكتر مشاكسة واكتر عنادا احدى الامهات تقول اني معذبة لقد رزقني الله بابن وكنت معه فرحة مسرورة ولكن لما بلغ سن اوشك على المراهقة صار هذا الطفل 12 سنة 13 سنة اكثر عناد واكتر مشاكسة وكثير الحركة ودائما في البيت يحدث شجارات واذا خرج مع ابناء الجيران دائما هناك مشاكل لا تكاد تنتهي مرة انصحه واخرى اوجهه ولكن دون جدوى فاضطر لضربيه وتعنيفه هذا الضرب والتعنيف يهدئ من روعه ويبدو انه يتهدأ وتتحسن سلوكه لكن ما هي الا ايام معدودات حتى يغضو اسوأ من مكان ويعود الى السلوك نفسه كيف اتعامل معه كيف اصنع معه هات الشكاية لقدمتها السيدة ربما الكثير من الامهات والاباء يعانون من نفس المشكل كيف نتعامل مع اطفالنا كيف ننشئهم نشأة حسنة كيف نربيهم تربية متوازنة لان الاولاد هم نعمة عظيمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن احيانا الى كانت فيهم المشاكسة والعناد والمشاكل والصراعات والشجارات كتحول الحياة الى معاناة مستمرة الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم تربية ينصحون بانه ينبغي ان ينشأ الطفل داخل الاسرة ينشأ على التربية الحسنة على احترام العادات والتقاليد على احترام القوانين للمنزل على شيء من الانضباط لكن لما يكون الطفل عنيدا او مشاكسا هذا في الغالب يعاني من نوبات غضب مزاجية عند حالة الغضب المزاجي مكون فيه ربما لما كانت امه حاملة تعرضت لبعض الضغوطات النفسية او بعض المشاكل فتولد لديه هذا الرغبة في الغضب وصارت عنده نوبات مستمرة وصار مزاجي لهذا ينصح ان المرأة لما تكون حامل في الاشهر الاولى اننا نحرس على ان نتعامل معها معاملة الاهتمام التقدير حتى ولو صدر من خطأ بي نتجاوز لانها حاملة روحة في بطنها هذا الجنين يتأثر بفرحها وسرورها كما يتأثر بحزنها وبغمها فالطفل العنيد المشاكس كان فهمه اولا بانه لما كان في بطن امه كان يتعرض له الصدمات بسبب العناد او المشاكسة التي كانت تتعرض له امه فهو بريء وكاللقى من صفات هذا الولد ايضا هذه العادات تتكرر لديه وتتوسع لما تكون عنده فترة نوم غير منتظمة كاللقى هنا اصبع بالنهار وفيق بالليل علامات عنده هكذا النوم عنده غير منتظم المفروض اننا ننام بالليل ونستيقظ بالصباح جعلنا الليلة سباتة وجعلنا النهار معاشا هذا هو النظام لخلق الكون خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الليل يكون سبات والنهار يكون معاش لكن الطفل العنيد او المشاكس كتلقى عنده اضطراب في النوم وتغيير الناس هو كفق وملك الفقه هو كناس وعنده ايضا اضطرابات في تناول الطعام ما عندهش وجبات منتظمة ما عندهش افطار غداء عشاء كي يأكل عشوائية ثم كيكون عنده حساسية مفرطة في انه يسمعسي صوت او يلمسش انسان الاو كيشعر بحساسية مفرطة بغيير كينتفض فهذا الطفل هو حالة مرضية الى كان عندي طفل مثل هذا كان اعتبره بانه خصو العناية وخصو الرعاية خصو نخرج من هالدائرة لهو اول واحد معذب فيها وانبقى غد يعدب الاخرين واول من سوف يعدب امه وبقية افراد اسرته كان بحتو جميع على الطريقة السليمة للتربية والتوجيه وكان حاول ما امكن نتجنب طريقة العنف والضرب التي يلجأ اليها الكثير من الاسر كالقول غالب العنف والضرب يلجأ اليه الاب والام كتلجأ للسب للامهات كتلقاهم دائما كيسبوه كيقولوا ربما كلم سيء في الاولاد وكيدعيوا بالسوء وهذا كما قاله النبي الكريم تكترنا اللعنة تكترنا اللعنة تكترنا اللعنة قال تكترنا اللعنة وتكفرنا العاشير يعني غياك تسبوه لها وانتسبها وانتكدها فهالطرق هي غير سليمة الطرق السليمة للتربية والتوجيه هي أشياء أخرى ذكرها الخبراء في علوم النفس والاجتماعي والتربية أولها علينا أن نشعر الطفل بأنه ينتمي إلى أسرة محترمة لأن الطفل المشاكس المعاند لا يشعر بالانتماء لدي الأسرة أو لا يشعر بالراحة والإفتخار أنه ينتمي ما عاجبوش لحال ما عاجبوش لبضاء علش ولدتوني أصلا علش أنا ولدتوني في واحد البيئة اللي فيها اضطرابات أو فيها فقر أو فيها كده خسنا نعود ونشعر بالانتماء للأسرة لأنه كلما كان يشعر بعدم الانتماء لهذا العائلة لهذا الوسط كانت زايدة عنده مشاعر الغضب اتجاهها وللزايدة عنده كيتصاب بتغييرات سلوكية سلبية فكي عنده رغبة في ممرزة العنف الجسدي على الغير كتلقى مثلا إذا كان بقى صغير كتلقى كيلعب في الدماء ديالو الألعاب ديالو كيكسرهم أي لعبة عطيتها له مدوش نهار واحد غدي كسرها غدي يعبت بها ولكن كبير شوية كأنه تجاوز العصر سنوات كتلقى عنده الرغبة في ممرزة العنف على الغير أو ربما قد يصبح صليط اللسان أنه يتكلم بكلام ليس من سنه أو يقول كلمات ليه يجارح أو ليه يفعل حياء خلش للحياء كاللحظة على ما أخرى على هالطفل المشاكس والطفل العنيد الذي يميل إلى الشجار كالقوا بأنه عنده ضعف القدر على التركيز في الدراسة فطبيعي جداً غدي القواه مستوات دراسي ضعيف ودائماً كيسب بحث المتاعب للأساتد والمعلمين والمعلمات في المدرسة لأنه لا يركز وخيكي بغي يحفظ وخي الأم غتزع للعصى وتقول لي غتقرأ ودو الساعات طويلة ولكن لا يركز ما كيحفظ شو ما كيفهمش وهذا في الغالب إلا إلا استمر قد يلقى الضغط عليه في البيت والضغط عليه في المدرسة هذا كيأدي إلى العزوف عن الدراسة ثم الهدر المدرسي لذلك القاوة الهدر المدرسي مش يغل في القرى وفي البوادي كالقاوة في المدن والسبب كيكون هالطفل هو تقار عياء ما عندوش تركيز يبغي يحفظ ما عندوش الرصد للحفاظ ولدي الفهم وكيألقى دائما التأنيب والعتاب من العائلة وكيأعود لقى النفس التأنيب من الطاقم الدراسي المعلمات والأساتداء وهكذا كيف يفضل أنه يفر ويهرب ويعزف عن الدراسة إلى خرج من الدراسة هالطفل هو باقي مازال صغير كيكون عرضة للتعرف على أصدقاء السوء هناك القوم جموعة للولدات كتلقى نغياء بسرعة بقي 12 عام 13 عام تعرف على أصدقاء السوء مشا للتبخين مشا لأشياء أخرى محرمة وممنوعة قانونا وكيأعود خطر على نفسه خطر على أسرته وخطر على المجتمع كل طفل من اللي كيلقى كيلقى التضييق في البيت دياله وكيلقى الضغط في المدرسة غادي يهرب وبالتالي غيقلب على شكول يكون معاه غيقلب على أصدقاء السوء هم اللي غادي يعطوه ما يريد وغادي يلقى عندهم ما يشاء ومن ثم غيق ضياء الكبير لهذا الأولاد ديالنا والبنات هما أمانة في أعناقنا هما كيف خلوا واحد الوليد سمعته واحد مرة قال لي أنا بحل الكرة أنا بحل الكرة فيما دربوني كنتدرج فيما لحوني كنتلح هؤلاء الأطفال صغر هما آمانة في أعناقنا لابد أننا نحرص على أننا نوجههم التوجيه الحسن ووجب على الأباء والأمهات أن يتعلموا الطرق السليمة والفعالة للتأذيب وضبط سلوك الأطفال ولعل من أبرزها أننا نتجاوز الحلول المعاقبة ما تكونش لحل الأول هو العقاب ما يكونش لحل الأول هو الصراخ بعض الأمهات والأباء ما كلهمهمش الله يحسن العوان لأن الضغط يولد الانفجار أول ما كيبغي يبدأ مع ولده بنته يرفع الصوت دياله وكي يدير الصراخ وكيبدأ في العقاب وهذا كله كي يسبب في المزيد من تعقيد الوضعية النفسية يجب أن يكون ما بين الآباء والأمهات والأطفال ديالهم وحد الفزحة ديال الحديث فزحة ديال الكلام من اللي كي لقى ولدي أو بنتك يستعمل واحد طريقة غير سليمة كنحاول نجلس معاه ونحاول نسوله نتكلم معاه وأنا وربطه على كتفه كنلمسه لمسحانية وكنحاول أتفهم موقفه لأنه هو بقى صغير يلا الضغوطت في نفسه ونسمع منه واحتوى ويسمع مني وهذا الكلام والفزحة ديال الحديث هي ضرورية لابد أن يكون بيننا وبين أبنائنا وحد القدر معين من المحادثة الحوار نتعلم الحوار والمحادثة وننزلوا إلى مستوى الأطفال الصغار ونحاولوا نرفعهم إلى مستوى الناس الكبار بطريقة فنية ثم إذا صدر منهم أي عمل سيء نسارع عن نهيهم عن هذا الفعل مش الضرب والعقاب والصرح لا ننهاهم عن هذا الفعل ونأمرهم بتركه ونبين الخطر لهذا الفعل أنه لا يليق وأنه في أذية للآخرين وفي إزعاج للآخرين ودائماً ودائماً نحرص على أن نمنحه بدائل ليستمر في التعبير دون إزعاج نعطيه البدائل يعني واحد الباب مسر الكوش نفتحه للباب الثاني ما شيء الباب مغلق سوف نقول هذه النهاية لا دائماً نحاول أن نفتح بدائل جديدة نمنحه دوماً فرصة جديدة وهذا البدائل سيقدر أنه مع المدة يتمكن في التعبير بطريقة لابقة ودائماً بالأباء والأمهات وأولادهم لا ينبغي أن تضيع روح الدعابة روح الدعابة وأنا كنت نتكلم مع أولدي وبنتي كنت دعابة ومر مرة كان عنق ومر مرة كان قبله وكان قول روح الدعابة في الأوامر والنواهي طفل الصغير هو مثل العجيم كيسموه الفلاسفة اليونان مثل الهيولة الهيولة هي العجين التي نشكلها كيف نشاء فتكون عدنا روح الدعابة وروح المرح وإحنا كنت نتكلم مع الأولاد الصغار ومر مرة كان عنق أضمه إلى صدري مرة مرة كان نطيق بلا دافئة كيشعر بالحنان والعطف هذا العنق مهم للغاية احتقلوا العلماء بأن الآباء والأمهات واجب أن يعنقوا أبنائهم ثلاثة مرات في اليوم العنق الأول يؤدي إلى النمو السليم في الجسد والعنق الثاني يؤدي إلى النمو السليم في النفس والعنق الثالث يؤدي إلى النمو السليم في العقل فكي كل وليد قادر على أنه ينمو مثل الورود والأزهار ندربه على أنه يحترم لآخرين احنا في المجتمع لسنا بمفردنا احنا اجتماعيين لم يخلقنا ربنا عز وجل فردانيين كل واحد يعيش في عالمه المغلق نحن مع الجماعة واحدة في الصلاة يقولنا الله تعالى نقول اهدنا الصراط المستقيم لم يقول نقول اهدني ولكن اهدنا يعني الفكر الجماعي والفكر الجماعي يختار مننا احترم الغير في المنزل في الحومة في المدرسة في الطريق العام في الاسواق في اي تجمع لابد ان احترم الاخرين واذا قدر الله تعالى وكان هذا الطفل مشاكس اكتر من اللازم ولا يستوعب هذه التوجيهات لا بأس ان استعمل عقاب ولكن عقاب لا يؤثر عقاب ليس فيه الضرب والتعنيف واحد العقاب الذي يكون الهدف منه اشعاره بالخطأ الذي وقع فيه اشنوه العقاب اولا نطلب منه تصليح ما افسده مثلا هرس حاجاء او باعتارة شعزة كنقول له عود صوبها تخسرتها عود صوبها مش نضربه او نعنفه او نرفع صوتي عليه بالصراخ وانما نقول له هاتش اللي انت افسدته اعيد اصلاحه كنعلم الاصلاح ولكن مثلا ربما اسائل الاخرين كنعلم فن الاعتذار يعتادر للاخرين لان الاعتذار هو فن كن تعلموك كل انسان متعصبش كنحول ما امكن اذا اخطأ الخطأ وارد كنمشي عن فلان قل اسمح لي لم اقصد اذا كان واحد الكلام جارح كنقول له كنستعدر انا اسحب هذه الكلمة خرجت مني سهوا كنعلم الاعتذار لمن اخطأ في حقه اذا كان الطفل اذا كان الطفل ربما بقى صغير وما كيفهمش هاد المعاني الكبرى كنستعمل معاه واحد العقاب ما فيش الضرب عقاب لا يؤثر وهو عقاب الحيرمان مثلا اذا قدر حجم زيانة كنعطيه بعض الحلويات او شيكولاتا او نعطيه الهاتف ديري لعب به اما اذا اساء كنقولي لا ما نعطيكش للحاقك الان من الحلوة او الشيكولات او من اليوم قد تحرم من الهاتف في انه قالت شوف بعض الالعاب اللي بتلعبها كنحرموا كنحرموا من بعض المتع دون ان اضربه هذا كنتسمى العقاب الذي لا يؤثر لان الضرب والصراخ هذا كيأدي الى الخوف وكيأدي الى رد الفعل كيعد تمرد المعاكس ثم هذا الحوار كنوصدو به الى النصائح اننا نشجع عند الطفل الصغير المشاغب كنحاولو ننصحوه بعدم عدم الوقوع في هذه التصرفات لانك نطلق سمعة سيئة نشعروا بقيمة التصرفات الجيدة التي يقوم بها اكيد ان طفلنا مش دائما اعماله سيئة بعد المرات كدلشي حاجة حسنة كيقولي برافو كنصفق عليك احسنت لقد احسنت في هذه دار واحد العمل اجلسه اجلس مؤدب عندي ميت سالك اليوم اجلسي الحمد لله جلسة مؤدبة كيأكل الطعام بطريقة محترمة احسنت اليوم وجبتك للطعام تناولتها مع الجماعة بطريقة سليمة مشل الرحلة او در اي عمل جيد كنقتنص الفرصة واتني عليه لانك بعض الامهات والابات والاباء يعني لا ينظرون الى التصرفات الحسنة لا ينظرون الى الاعمال جيدة لقبل الولد وهناك يشعر بانه لا يتلقى التناء لا يتلقى التشجيع في حين الى در عمل سيء كينتابهوا وكيكون نرضي الفعل ينظرون شديد وهذا خطأ في الاباء والامهات لابد اننا نشجع ابناءنا ونتني عليهم اذا اقاموا بتصرفات جيدة ثم نحاول ما امكن اننا الطفل اللي يكون شقي نحاول ما امكن نستخرج منه ما هو فيه نقي لان كل شقي عنده عنده واحد المخزون ديالشقاء وعنده ايضا مخزون ديالنقاء نحاول ما امكن نستخرج منه الطاقة الايجابية وهذا يقتضي منا ان نشرح للطفل نتحاوله معه نشرح عليه ما هو الخطأ ما هو الصواب هذا الامر الالتير جيد جدا فيه الاجر والتواب مع الخالق عز وجل والناس اذا شايفوك تقوم بهذا العمال غد يحبوك وغد يعتنو بيك ولدى الخطأ نقول لي هذا خطأ ما يمكنش هذا خطأ بعد اول حاجة الله تعالى يغضب عليه والناس يستؤمنه والمجتمع ما كيبغيش كنشرح لي حقيقة الخطأ والصواب لان ربما الطفل لا يدرك لا يدرك ماذا الضرر الذي سببه لك او لغيرك هو لإدرك ديله بقي ضعيف ما تحاولش تضربه وتعنفه حاول تشرح ليه وتحاول تنمي المداريك ديله وهذا يقتضي من الاباء والامهات انهم يخصصوا وقتا للجلوس مع الاطفال كين معظم الاباء والامهات دائما غيبين او مشغولين بالنهار غيب في العمل او في المساء مشغول مع الهاتف النقال او مع التلفاز وهذاك خليط طفل صغير مع نشو وقت ديلة تربية مع الاباء والامهات لابد من تخصيص وقت للجلوس مع الاطفال والمحادثة معهم ولابد ايضا من فترة للعب يلابد نخصي نزل الى عالم الطفولة واللعب معه والديو مع ابنتي اللعب معه واتناء اللعب كندوز لهم مجموعة دي المبادئ وعلمه بعض الاداب والقيم والاخلاق عن طريق اللعب ايضا ممكن ان الابناء دينا نجعلوا لهم قدوة حسنة من السلف الصالح من اللي يبغي ينام الطفل الصغير ممكن اناموا بجانبه ونحكي لي قصص قبل النوم الاطفال الصغار كيبغيوا كي احسن طريقة للتربية بعد العناق والقبولات وهو ان من اللي يبغي على الطفل الصغير الام او الاب كيجي ناس حداه وكي يعنقوك يشعر بالدفع دياله وكيحكي لي قصة وجميل ان تكون القصص تربوية نافعة اما ممكن نقص عليه قصصا من السيرة النبوية الشريفة لسيدنا النبي وهي غنية جدا غنية بكل مبادئ التربية والتوجيه ادى بني ربي فاحسن تأذيبي وانك لعلى خلق عظيم وعدنا قصص كثيرة ديال الصحابة وديال التابعين وعدنا ايضا قصص ديال السلف الصالح وعدنا قصص كثيرة ديال الناجحين في الحياة ما اكتر الناجحين وقد تكون قصة فقط للتسلية قصة خيالية ديال بعض الابطال وديال بعض الاشرار وكان ندوز له المجموعة ديال المبادئ قبل النوم نحكي لي قصة بصوت دافئ كان يا مكان في قديم الزمان كانت فتاة جميلة شعرها انيق وعيناها لامعتان وكان دب بجانبها كان يشعر بالجوع يبحث عن الطعام وهي خرجت لتقضي اكد قصة كنحكي لي نقول لي بواحد اللغة سليمة باش ندوز له اللغة وندوز له الاحساس وندوز له المبادئ وكان قيم الشر وقيم الخير وحتك يديه النوم وهناك يعد طفل كيتربى بطريقة تلقائية وبسيطة وكتعد واحد المودة ومحبة مع الاولاد هذا من جهة من جهة تانية كين بعض الاولاد اللي همياء ما عندهمش العيناد اصلا وما عندهمش شغب وكتلقى ما عندهمش الحركة غير بحل الامانة هذا مشكل اخر ملك كل ولد ديالك او البنت لا يحرك ساكينا ما عندهمش شخصية هذا خطر لابد لان الطفل الى كان هكذا ايضا ليست حالة جيدة هناك نصيحة عند علماء التربية اننا خسنا ولدنا يكون في واحد شخصية نشجعوه على يكون في واحد النسبة ديال العناد وديال المشاكسة تكون في واحد النسبة يكون عنده الطاعة ولكن ميكوش عنده التسليم المطلق ميكوش عنده الانصياء التام علاش لان لان بعض الاولاد يلكنوا هكذا مسلوبية الشخصية هاد الاولاد مليكي كبرو اي واحد جاء كي اتر فيهم اي واحد قال لهم واحد الفكرة خارج البيت لان من بعد غير يخرج للمدرسة وغير يخرج للمجتمع وغير يطلق مع الشباب اخرين ومع اولاد اخرين فخصو تكون عنده واحدة الشخصية مستقلة يعرف يقول لا الى كان دائما عنده دائما طاع والتسليم والانصياء وكل ما يقال له خصوين الفدو هذا خطر خصوين الفد بالتفكير ليس دون التفكير لابد ان نعلمه التفكير في الاشياء واعمال العقل على ما يترتبوا عليه الافعال وإلا كالقوا بعض الولدات الصغار كانوا كينحرف وكانوا في اللول مزينين سبحان الله كيفاش كان كيفاش ولا في اللول كان غادي مربي ودوي معا كيت زناق وكيت تمتام والاخت لي كدير ها غير كبير واحد شوية وخرج للمجتمع ونحرف اما كتلقا كيمشي مع بعض الجماعات دي الكورات القدام اللي كيدروا العنف وكيدروا الشغاب في الملاعيب وكيدقا عداد دي الامهات كيلقوا القبض على ولداتهم كدروا كيفاش ولا هكذا كيعود منصاع أو كيمشي ربما الانحرف كيمشي ربما السجائر والمخدرات وكدا أو ربما كيمشي كنسمع أطفال ولدات يالله بدي كيكبر 16 سنة غدي حرق غدي الهجرة السرية وكيلقى ولدات ربما مليك كبروا شوية يالله دخل المراهقة ولدت فيهم أعمال جنسية منحرفة كيلقى الأبا كينهاروا مليك يسمعوا هد الكلام وكيلي كيمشي ربما كيكبر شوية كيو عنده أفكار غريبة وكي يحنو شو واحد وديه الإرهاب شحال الناس اللي كيمشوا مع الجماعات الإرهابية بقين صغار 18 عام 20 عام وكي يحطوا على حمل السلاح وفعل كيكون ما عنده شخصية كيكون ما عنده القدرة على قول لا لهذا فمن الطرق في علوم التربية أننا ما نخليش ولدنا هكذا دائما عنده الطاعة والتسليم المطلق عنده وحدة شخصية نربيو عليها شيء من العند والمشاكسة احتور فيه وحد الفائدة وما كيكون طفل سهلا في الإنقياد لأنه يكون عرضة للاستلاب من طرف الآخرين وهذا يقتضي أننا في البيت لابد أن يكون عندنا واحد الجو فيه الرحمة فيه المودة فيه المحبة وأيضا فيه شيء الديموقراطية من لكي يختر الوليدات كي يعد الأب مضطر أنه يصير ديمقراطي عندنا واحد مجموعة للأبناء والأباء متعدد للأفراد هنا لابد المحبة والمودة والرحمة واجبة ولكن أيضا نتعامل معهم بشيء العقلانية والديمقراطية لأن الزمن للأب الدكتاتوري الذي يفرض الأعراء يتعامل بضغط هذا عهد ولا وأدبر زمن راح بلا رجعة زمن الدكتاتوري مبقى صعيب خصوصا هذا الجيد صعب مع الثورة التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي أطفال صغر عندهم شخصية كبيرة ويرفض أنك تعمل معه بالضغط وبالديكتاتورية خاصة لأباء الأمهات يتعلم ببادئ ديمقراطية في التعامل مع الأولاد وتكون هذه المرحلة هي المرحلة الحوار ومناقشة ثم نعلم أبنائنا أنهم يمتلكون مهارات لتعامل مع الأشياء نرسخ لهم المسلمات نعرفون بأن هناك توابط ومسلمات نرسخ لهم في العقول وكذلك هناك متغيرات حسب الحال كما نأخذوها حسب المصلحة ثم أن فرض الأراء والقبود للإنسياع هذا كل يقول العلماء التربية الآن ليس جيدا لأنه قد يستمع إليك ابنك في حضرتك ولكن لما تغيب عنه يفعله وما يشاء كالقوا بعض البنيات يعيش في أسر محافظة كيفرض عليها أنها تدير الحجاب والتستر مش بإقناع كيفرض عليها فهي خوفا منه تمتتل ولكن لما كتخرج مع أصحابتها وكتكون بعيدة عن الأنظار تزيل ذلك اللباس وكتلبس لباس عادي وكم من أباء وقعت لهم صدمة لما صادف ابنته في هذه الحالة لأنه لم يعطيها الإقناع لابد أن نعلم أبنائنا على بناء القناعات ونرسخ لهم ونرسخ لهم الأشياء في نفوسهم ثم لا نفرض عليهم الآراء ولا نجعلهم يقبلون بالإنصيع بكل شيء هذا ربما بعض غيض من فيض ولا ربما لكم الكلمة مستمعي الأفاضل أنتم عندكم أبناء وبنات لعلكم تواجهون مشاكل معهم سواء في الطفولة أو في المراهقة أو في الشباب ولعل الكثير منكم أيضا نجح نجح بشكل جيد في تربية الأولاد وتربية البنات بغيناكم تواصلوا معنا وتخبرونا سواء اللي هم نجحوا في التربية والتوجيه يبصرونا وينوروا الفكر دينا كيف تعاملت مع ابنك ما هي الطرق السليمة لتعاملت بها حتى لقيت ولدك وابنتك بصحة وعافية جيدة بنفسية مستقيمة وصار في طريق النجاح وأيضا الناس اللي همي فشلوا في تربية الأولاد وكي شعروا بالمعاناة يخبرونا كيف هي الأوضاع ونتعاون جميعا نتبادل نصائح بعضنا بعضا وهكذا ربنا عز وجل يبارك في الأولاد والبنات نسأل الله تعالى العلي القدير أن يحفظ كل أبنائنا وبنتنا وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يربيهم تربية صالحة وأن يكونوا قدوة لغيرهم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة